إذن مشاهدين إلى مؤسسة فن حيث افتتحت مهرجان الشارق السينمائي الدولي الأطفال والشباب 2022 الذي انطلقت فعاليات دورته التاسع يوم الأثنين في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالعرض الأول في الشرق الأوسط للفيلم الروائي الطويل الأطفال بخير المزيد من التفاصيل في التقرير التالي ستة أيام من الإبداع السينمائي برفقة نخبة من الرواد الدوليين تعيشها إمارة الشارقة بمهرجان الشارقة السينمائية الدولي للأطفال والشباب 2022 بدورته التاسعة بمقره الكائن في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة للأمان أنا واجد استوناس أن أنا واجد فيه ورش واستوناس أن أكثر شيء أتشوف أطفال وناس صغار في العمر هاي شيء نحن نحتاج الصراحة في الدول العربية ونحتاج أن ننمي المواهب حق المستقبل لجول اليوية إن شاء الله مشاركتي أنا مشاركة في فيلم صوت الريشة اللي هو يتكلم عن فن صوت البحريني أول ما طلع وشلون تأسس وشلون انتشر حق الخليج كامل الورش العمل الموجودة في مهرجان الشارقة السينماية ينمي من قدرات الأطفال خاصة كل يوم الطفل عنده شغف في كيف صناعة الأفلام أو كيف شو ما كان اليوم فيه ورش عمل مجانية حق الأطفال فهذا شيء جدا كبير ومحظوظين أطفال أن فيه اليوم مهرجان الشارقة السينماية الدولة للطفال والشباب تشهد فعاليات الدورة التاسعة العديد من الجلسات الحوارية يقدمها نخبة من الفنانين والمخرجين والمتخصصين بقطاع الصناعات السينماية إلى جانب ورش فنية منوعة من تقديم منصة فن حيث تضم 34 ورشة عمل منها الإخراج والإنتاج والتمثيل والمعالجة الدرامية وغيرها الكثير الأفلام اللي تقدمت كلها أكيد من أفضل المستويات الفنية العالية واللي بتقدم أفكار كتير مهمة للشباب والأطفال والليافعين المهرجان كتير مهم أيضا لتصلية الضوء على هاي الأعمال اللي طبعا نحنا يعني هاي الفئات العمرية اللي ما كتير منعطيها أهمية ولكن مهرجان الشرق عطاها هاي الأهمية لهذول الشباب اللي بكرة نعتمد عليهم سينمائي المستقبل إن شاء الله مهرجان الشريقة السينمائية الدولي لأطفال والشباب يتميز بإنتاجاته الرائدة من الأفلام التي لها دور الرائد في التعريف بالثقافات الجديدة إضافة للمفاجآت الشائقة وجميعها تمتد بثراء فعاليتها حتى الخامس عشر من أكتوبر الجاري اشتركوا في القناة